اعتقد انه ما احد يعرفها وانت ما حاتشها ابدا قبل تقولها انت لو اقولها اني يوم 17 تموز يوم الثورة وانشنت والله طبعا هذا هو السرة اللي اول مرة اقولها يعني بيلة 17 تموز انا انشنت جندي خفر نايم القصر الجمهوري بالسرداب القصر الجمهوري فاني ما اعرف اليوم راح احصل الثورة يعني فاني نايم شنا نام جوه على مودة البرودة اللي انت على بره حارة فاني واصدقائنا راح انطب جوه النام هناك على البرودة فما اسمعني الا ضرب كلش قوي والقصر الملا دخان كل دخان فقالنا جماعتنا اطلع بره اطلعنا بره لقنا الجماعة واكوين بالباب الثوار ما نعرفهم احنا قالهم هاكم هذا السلاح روحوا ناموا بالحديقة اممممم ايعوا واحد اطلاق وضربوه الاسلاح انطونا اياه هو تشى كي انا اذكره او جيكي انو اضكرا تشى كي السلاح صغير ويني بس هو السلاح ما يشتغل تشذب يعني كل شو ما بيه يعني تضرب بس ما وله تطع طلقة ولاية فبقينا بيتنا هناك وذاك شو ما يوقف كلش حاجة لأنه أهلي يدرون بي أنه يمقصد جمهوري فقاله وكيد انتهى راح بعيد بقى أي سنة هذا الكلام؟ هذا بل سبعة وستين طبعا سبعة وستين عيشان عمرك سبعة عشر سنة يلت الثورة اي بل سبعة عشر سنة شفت الملك شفت يعني عفوا الرئيس في ذاك الوقت شنو اللي صار كان عبد الرحمن عارف نعم بل شفت منطلعوا بقميص عسكري بوجامل شفت قدامك شفت بل أخذوا ورحوا قادوا أخذوا ورحوا أنا العصر العصر شنت دا تمشي بالحديق من القصر الجمهوري فلقيت دبابات حوالي شتة سبعة متوجهة على الكرادة يعني نعم فذول الأصدقاء الدبابات كلهم أصدقائي جماعة فوجي الأول اللي هو الحرسي الجمهوري أصدقائي وجماعتني تلم هاي شو اليوم حالقي شو الدبابات اليوم أربعة خمسة وقالوا لها هاي بالليل يومية بالليل من السورة نذار تنذار تروح الدبابة حوالقصر وتروح الكرادة تروح وتجي تروح وتجي تروح وتجي أتاري هي معدل معدل هو اللي صار هو انقلاب كان صحيح ايه طبعا انقلاب 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 اتنا المفروض شنو جزء من العسكر يعني ما وصل للك خبر انه رح يصدق انا حراسة انا حراسة متابع ايه قال كان يوم ما تنسى اكيد اه كان يوم اكيد ما يننسي مو حذي يعني انت لو شايف الموقف داخل القصر باش دخل ما حد شوفه لأق وقنابل والقصر الرئاسي نفسه اللي به قصر الجمهوري نعم الموجود حاليا اشتركوا في القناة